أربع سنوات من الانتظار ليرزق الزوجين بوكردة بأول مولود لهم لكن تشاء الأقدر أن لا تتم هذه الفرحة فالزوجة حميدة تلفظ أنفسها الأخيرة بعد وضعها لمولودتها بمستشفى القليعة ولادة كانت عسيرة حسب شهادة أم الراحلة هم زادوا أخوه بواكا كله كان زيدوا هاسي زغية شو بطرق تلاسقية نهار الحد مع العشية وضعها، مرتفعاً مرتفعاً أخوه، سقعت على الجرية اخوه هكذا قد تبخلها بدي ختمتها الزوجين سنوات في مزيو التحل وكانت تتابع وجنوات الاستخدام لكنها قد قد ذكرت طريقة على راديو، سنوات البداية وما قد ذكرت طريقة مديرية الصحة لولاية تبازا تصدر بياناً توفد لجنة تحقيق للمستشفى الذي أرجع أسباب الوفاة إلى نزيف الحاد أصاب السيدة حميدة ساعتين بعد وضعها لمولودتها قبل أنه صار نزيف نزيف يعني إثر الولادة نزيف حاد الغيانيماتور كما قال الغيانيماتخي كانت هنا ودرت كعال الغيانيمة يعني قادوا معها يعني من الملكوشمو حتى يعني وفاة المرحومة هم قاعدين نسيوه لفاق الغيانيماتور ممالا يتتخنسفزي زادوا الهدم يعني داروا قال يعني وشي قدروا يديرو في هذا الإطار عائلة سيدة بوكردة قررت رفع شكوة ضد مستشفى القليعة متهمة إدارة الأخيرة بالإهمال بهذه الشكوة التي قدرناها على جال لكي البنات تتعنى هذه اللي يأتي وراءها لا يصبح لها شيء أسألها لدينا حتى تفسير كيف ماتت ماتت تشغل كيف نحكيه لك نحن نحب له بيطة تقليعة يتحاسب من الديركتور وهبط سيدة أخرى ترحل في عز شبابها في مصالح الولادة والمتهم حسب لجان التحقيق وكمجرة العادة نزيف حد فماذا سيقول وزير الصحة في القضية؟